أحدثت تصريحات الصحفية لرئيس الاتحاد الفرنسي نويل لوغيرايت اتجاه أسطورة منتخب فرنسا زيندين زيدان زلزالاً في الكرة الفرنسية ووجه رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لوغيرايت تصريحات وصفت بالمهينة في حق أسطورة كرة القدم الفرنسي ذو الأصول الجزائرية زيندين زيدان وقال نويل لوغيرايت إنه لم يكن ليرد على زيندين زيدان لو اتصل به لتدريب المنتخب الفرنسي مشيراً في الوقت ذاته إلى أن ديدي ديشان لطالما كان الخيار الأول بالنسبة للاتحاد الفرنسي لكرة القدم في هذا الصدد ذكرت تقارير أعلامية أن الأزمة التي نشبت بين زيدان والاتحاد الفرنسي للعبة ستكون لها انعكاسات إيجابية على كرة القدم الجزائرية وستعود بثلاثة مكاسب للمنتخب الوطني الجزائري أولاً يرجح عدد كبير من الملاحظين أن يتخلى أبناء زيندين زيدان عن حلم تمثيل منتخب فرنسا في المستقبل بعد الإهانة التي لحقت بوالدهم من قبل رئيس الاتحاد الفرنسي والانضمام لمنتخب الجزائر ثانية نهاية التردد لمزدوج الجنسية يحلم عدد كبير من المواهب من أصحاب الجنسية المزدوجة الفرنسية والجزائرية بتمثيل الديوك ولكن ما حصل مع زيندين زيدان سيكون له أثر كبير في قادم الأيام على مزدوج الجنسية ثالثاً المعادلة التي قد تتغير بعد الصدمة القوية التي تعرض لها أبناء المهاجرين إثر الإهانة التي تعرض لها أحد أبرز المساهمين في عودة الروح لكرة القدم الفرنسية نهاية القرن الماضي وتحوم الشكوك منذ فترة طويلة بخصوص تواجد عنصرية خفية في صفوف منتخب فرنسا قبل أن تتأكد بشكل جلين إثر المعاملة السيئة التي تعرض لها كريم بنزيمة من قبل الاتحاد الفرنسي ومن بعدها الإهانة التي تعرض لها الأسطورة زيندين زيدان من قبل الرجل القوي للكرة الفرنسية